نتكلم بقى العباء اللي عندك فاطر مش اللبار خلاص اللبار ده مش نتكلم عنه فاطر كلامك سيلي تردد الفاطرة الأخيرة أنه الأهلي بيفكر في محمد أبو جبل لو محمد الشيناو مشي وفيه شرط جزائي قليل في عقد محمد أبو جبل هل الكلام ده مظبوط؟ لا هو أبو جبل مبدئيا ما جالوش أي عروض من أي نادي من أي نادي ولا حتى اتصالات شفاوية ولا اتصالات شفاوية لعرض رسمي ولا ودي ولا اتصالات شفاوية وأنا كل كلامي مع أبو جبل وهو قريب مني يعني أنه هو مكمل معنا وأنه هو يعني تجربته في نادي البنك الأهلي يعني سعيد ومفصول بيها ورجعت المنتخب من خلالنا فهو سعيد بيها وما فيش أي كلام جاله هو أو جالنا احنا كنادي أو كلام بني وبينه على أي تحرك بالنسبة له وفيه شرط جزائي قليل فعلا؟ لا 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 من غير ما نقول الرقم طبعا لا 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 ما فيش كلام ده لا 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 بس كبير كبير عشان الكلام اتقال طيب انت طول الوقت عندك لعيبة مميزة من اللعيبة المميزة بقالها وبصراحة يعني أنا مختلع أنه البنك الأهلي هو كمان أظهره بشكل رائع جدا كريم بمبو هو لاعب جايت مع كل الفرق اللي اشتغل مع أهلي زمالك اسماعيلي بس هو نور جدا مع البنك الأهلي طبيعي لاعب زي داي كنا عنده عروض طول الوقت طبيعي الناس كلها تتكلم عنه كريم بمبو مكمل مع البنك الأهلي هل لديها عروض رسمية فعلا ولا لا ما جلوش عروض وهو كلامه يعني أنه هو سعيد جدا بوجوده في البنك الأهلي وسعيد بتقلقه في البنك الأهلي وما بيفكرش في التحرك من عندنا لأي نادي آخر خالص خالص